اشتركوا في القناة سيداتي السادتي صفقوا بحرارة لضيف اليوم وهو فرن المايكرويف فقد قمت بانتزاع الباب الخاص بهذا الفرن وذلك من اجل القيام بمجموعة من التجارب فهذا فقط هو الباب الداخلي اذا وكما تشاهدون امامكم فقد قمت بتركيب الكاميرا مباشرة امام فرن المايكرويف وذلك لتصوير ما يحدث بداخله اذا سوف نقوم بوضع مجموعة من الاشياء بداخل هذا الفرن ثم نشاهد النتيجة اذا اول تجربة سوف نقوم بها هي تجربة وضع قرص سيدي بداخل هذا الفرن هنا ثم نقوم بالاغلاق ثم نقوم ببرمجته طبيعة الحال سوف اضعه على عشرة ثواني ولكن سوف اقوم باطفاء الانارة اولا اذا سوف اقوم بتشغيله الان الان سوف اقوم بوضع ثلاثة اقرص عوض قرص واحد بالداخل على داء الشكل ثم نقوم باغلاق الباب وبطبيعة الحال اضفاء النور والان كما ترون اذا هو الشكل النهائي لحلوة الاقراص بعد ما قمنا بالانتهاء منها لاحظوا معي ادوة تير موجة الميكرويف على اقراص السيدي كما انها تولد شرارة كهربائية عالية جدا يمكن ملاحظتها ايضا من خلال الكاميرا الان التجربة الثانية تتعلق بوضع مصباح 220 فولت في الداخل ثم مشاهدة النتيجة اذا سوف اقوم بوضعي في الداخل امام عيونكم ثم اقوم بالاخلاق ثم اقوم ببرمجتي مرة اخرى ثم اقوم باطفاء النور ثم نقوم بعملية التشغيل التجربة التالية هي تجربة وضع القليل من ورق الاليمينيوم كما تلاحظون قليل منه فقط ولكن لا تضعوه بشكل مسطح وانما بشكل مقوس على هذا الشكل حدو معي سوف اقوم بوضعي في الداخل ثم اقوم باغلاق الفرن طبيعة الحال سوف اقوم ببرمجته على عشرة ثواني ثم اقوم باطفاء النور ثم سوف اقوم بتشغيل الفرن اذا اخواني الله فاضل بعدما شاهدنا تفاعل هذه الاشياء مع فرن المايكروويف وانتاجها لشرارة كربائية عالية جدا السؤال الذي يطرح نفسه الان هو لماذا وكيف فلا تقلقوا سوف يتم الاجابة على كل الاسئلة ان شاء الله ولكن قبل ذلك اريد الاشارة الى انه لا ينبغي القيم بهذه التجربة في البيت لان لها مخاطر عديدة جدا مثل انفجار كهربائي وفي بعض الاحيان انقطاع الطيار من المنزل كله فاحضروا من فضلكم اذا اخواني فان اي ميكروويف حول العالم فهو يتكون من ثلاثة مركبات رئيسية المركب الاول هو ما يسمى بالترانسفورمر او محول الذي يقوم بتحويل الطيار كربائي ثم هناك ما يسمى بالماغنيترون وهو ما يسمى بمرسل الشرارة ثم هناك المركب الثالث والاخير وهو ما يسمى بالرسيفر وهو مستقبل الاشارة او الشرارة الكربائية بالنسبة لما يحدد داخل جهاز الميكروويف فهو كالآتي يدخل الطيار الذي مقداره مائتين وعشرين فولت المتوجد في البيت الى المركب المسمى بالترانسفورمر الذي يقوم بتحويله الى فولتيات عالية جدا تفوق العشرات الاف فولت اذا و بعدما ينتهي هذا الترانسفورمر من تحويل الطيار الكربائي الى فولتيات عالية جدا فانه يقوم بارسل هذا الطيار الى الماغنيترون هذا الماغنيترون دوره هو أنه يقوم بإرسال هذا الطيار على شكل موجات كهروميغناطيسية أي أنه يقوم بإرسال هذه الموجات الكهربائية العالية الفولتية لا سلكيا بدون الحاجة إلى أسلاك إذن كما قلنا بالنسبة لهذا الماغنيترون فإنه يقوم ببط الطيار الكهربائي على شكل موجات كهروميغناطيسية تلك الموجات تخترق الطعام وبذلك تقوم بطهيه بالنسبة لهذه الموجات المرتدة فهي قوية جدا وهنا يأتي دور الريسيفر حيث يقوم بامتصاص الموزجات الزائدة يقوم بامتصاصها كلها وذلك من أجل السلامة إذن هذا هو شكل الترونسفورمر الذي يقوم بتحويل طيار من 220 فولت إلى فولتيات عالية جدا أما في هذه الصورة التالية فهي لجهاز الريسيفر الذي يقوم بامتصاص هذه الشرارات أو التوترات العالية وذلك من أجل حمايتك أما في الصورة الأخيرة فهي جهاز الماغنيترون وهو الذي يقوم ببت هذا الطيار الكربائي على شكل موجات كهروميغناطيسية تخترق الطعام وتقوم بطهيه إذن يا إخواني من هنا نفهم بأن المايكروويب يقوم بطهو الطعام من خلال سعقه بالطيار الكربائي نعم سعقه بفولتيات عالية جدا تماما مثل وضع الطعام في أعميدات الكهرباء المتواجدة في الخارج إذن فالمايكروويب يحتوي على فولتيات كهربائية عالية جدا تقوم بقتل كل من يلمسها إذن مع وجود كل هذه المخاطر في المايكروويب كيف يسمحوا بتواجده في البيت والمنازل علما أن من يتعامل معه هنا الأمهات اللواتي لا يبركنا شيئا بما يتعلق في الكربائيات وهذا السؤال هو ما سوف نجيبه عليه الآن فإبقوا معنا إذن أول عنصر يقوم بحمايتك من المايكروويب هو الهيكل الخارجي أو هذا الإطار فهو مصنوع من طبقتين فهو يقوم باحتجاز الشرارة بالداخل أو الفولتيات العالية وذلك لحمايتك من هذا الطيار العالي جدا فكما ترون ففوق هذا الإطار مكتوبة warning don't remove this cover أي لا تقوم بإزالة هذا الغطاء العنصر الثاني الذي يقوم بحمايتك هو الباب فهو مكون من طبقتين كما ترون الطبقة الأولى والطبقة الثانية فهذا الباب أيضا فقد صمي مخصيصا لحمايتك من الفولتيات العالية القاتلة ولكن أكثر من ذلك هل تسألت يوما عن سبب توجد هذه النقاط الموجودة في باب المايكروويب فيا إخواني فهذا عبارة عن زجاج ولكن فالزجاج كما هو معروف لن يحميك من الشرارة العالية لذلك وجدت هذه النقاط المصنوعة من المعدن فهذه النقاط إخواني فهي عبارة عن معدن متقوب يقوم بحمايتك من التيار الكهربائي المنبعيث من هذا المايكروويب العنصر الثالث الذي يقوم بحمايتك هو الريسيفر وهو موجود هناك مطارون أسفل هذه البلاستيكة هذا الريسيفر يقوم بامتصاص الشرارة أو التيار العالي جدا المنبعيث من الماقنيترون وذلك من أجل حمايتك بطبيعة الحال إذن عزيزي المشاهد بعدما رأيتك الوسائل الحماية الموجودة في المايكروويب في نظرك هل هذه الوسائل كافية لحمايتك من خطر الموت؟ بطبيعة الحال أجواب هو لا ولكن مصنع المايكروويب كذلك لم يغفل هذه النقطة فالنقطة الأساسية التي تقوم بحمايتك هي هذه المستشعرات الموجودة في الباب فإن المايكروويب لن يشتغل أبدا بدون إغلاقك للباب فعند إغلاقك للباب فإن هذه التروسة الموجودة في الباب تقوم بالداخل بتفعيل بعض الأزرار التي تقوم بتمرير الطيار الكربائي في المايكروويب ولكن أيضا فتفعيل هذه الأزرار أيضا غير كافي كيف ذلك؟ فإن هذا الريسيفر إذا لم يستشعر وجود طيار كربائي كبير فإنه لن يشتغل لن يشتغل حتى تفهم أكثر ماذا لو قمنا بتوهيم هذا المايكروويب بأن الباب مغلق وذلك عن طريق تركيب هذه التروس في المستشعرات على هذا الشكل إذن إذا قمنا بتركيب هذه التروس فوق المستشعرات فإن المايكروويب سوف يشتغل لأنه سوف يظن بأن الباب مغلق إذن فعند اشتغاله سوف يرسل شرارك ربائية سوف تنجذب إليك وسوف تقوم بإدائك وإداء الأجهزاء الموجودة بالقرب منك إذن فما هو الحل يا تورا؟ أيضا هذا المشكلة هو حل والحل بسيط جدا يكمن في هذا الريسيفر فإذا لم يكن هناك باب فإن الشرار سوف تخرج إلى الآن ولن تبقى هناك أي شرار في الداخل سوف يستشعرها هذا الريسيفر وهذا الريسيفر إلا لم يستشعر وجود تيارك ربائي فإنه يقوم بإيقاف الفرن في الحال وذلك بطبع الحال من أجل حمايتك إذن إخواني حلقتنا وصلت إلى ختمية كالعادة أتمنى أنكم قد استفدتم من موضوع اليوم وأن تعجبكم حلقة اليوم من فضلكم لا تبقوا علينا بلايك والشارك إذا كنتم من الصور الجدد وحاولوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم لتعمى الفائدة على الجميع أدروا لكم موعد في حلقة مقبلة مع درج جديد وموضوع جديد إن شاء الله فكونوا في الموعد إلى اللقاء